ادي على فكرة انا رقالي نص ساعة معاه انا سايبه اتكلم انا بكلمه واحد من باريسة هو ما قلتلكوش مثلا واحد جايبينه من المحلة واحد قريبنا من برصعيد مفيش انا جايب لكم بني ادم طلع عمل تصريحات وعمل مؤتمر صحفي الاسبوع القادم في باريس ليتقدم وقال لكم ارقام القضايا اللي هم رفعينها ضد المجموعات دي وتبيض الاموال وغسيل الاموال ولما فلوس المصريين في الخارج وانه هو بيخطط لايه ودعم قطر ليهم والجامعات الخيرية انتم متخيلين انه هم بيحذروكم كشعب يعني ده منتدر بيقول لك الحق يا عم ده احنا شفنا كذا وكذا وكذا وانا هو هاجم السفارة المصرية او السفارات المصرية في الخارج انا عايز بس اقول لحضراتكم حاجة انتم عارفين كويس جدا جدا انه اجهزة الدولة المصرية والمؤسسات بتاعت الدولة المصرية شغالة هو بالنسباله يمكن ان اللي لازم يتابع بتكون الخارجية الخارجية يعني بتتابع احوال المصريين في الخارج والسفارة بتاعنا زي الفل كويس انما احنا عندنا مؤسسات مصرية وعندنا مؤسسات مصرية قوية جدا وبتابع الناس دي كويس جدا ومصر قدمت ملفات لعدة دول عربية واثبتت امام العالم عدة مرات وفيه ملفات كتير واحنا بنشكرك ايضا ان انتم بتطلعوا بملف كهذا او معدة ملفات ده انت واضح ان انتم تابعينهم يعني نفخينهم ويا رب بس يعني دعوة الى فرنسا الحقيقة يعني الرجل اللي بيكلم لي ده وانتم حطينه تحت الحراسة علشان معرض ومهدد بالقتل والنبي حافظوا لنا عليه الكام يوم الجايين دول